أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صيان حلقتنا النهاردة هقدم لك فيها شرح مختلف شوية ولكن الفايدة بتاعته كبيرة جدا 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 على جهازك وده لأنه هيحسم معك أداء ألعابك وأداء المحاكيات اللي انت بتستخدمها بشكل كبير جدا وكمان هيسرع جهازك بشكل عام مع البرامج أو حتى أثناء التصفح أو أثناء تشغيل أي لعبة من الألعاب الأوفلاين اللي انت بتلعبها يعني من الآخر كده البرامج اللي هنشرحها النهاردة هي برامج أساسية وضرورية ومهمة جدا لكل الأجهزة سواء ضعيفة أو متوسطة أو قوية وأكيد هتلاحز فرق كبير جدا في الأداء بعد تجربة الحلقة دي أهم حاجة تمشي معايا لحظة بلحظة علشان ما تفوتش أي خطوة من الخطوات المهمة اللي احنا هنعملها في الحلقة دي أما دلوقتي ما تنساش اللايك لو انت حبيب تدعمنا بطريقة مجانية وخلينا نبدأ شرحنا مع بعض على بركة الله وأول حاجة طبعا هنتكلم عليها ولأنها حاجة رئيسية جدا ونقطة مهمة جدا 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 في أداء الألعاب معنا هي نسخة الويندوز نسخة الويندوز هي اللي هتحدد لك حاجة من الاتنين يا إما أنك تاخد أداء كويس جدا من جهازك وفرمات عالية ومستقرة يا إما أنك تاخد أداء ضعيف من جهازك وفرمات متقطعة وخلينا أقولك إن النسخة اللي أنا بستخدمها واللي أنا هتطبق لك عليها كل شرح النهاردة أنا شرحت طريقة تثبيتها بالتفصيل في الحلقتين اللي فاتوا علشان كده هسيب لكم رابط النسختين دول موجودين تحت في الدسكريبشن للناس اللي حابة تاخد فكرة عنهم أول حاجة خلينا نتأكد من شوية تحديثات وتعريفات عندنا على النسخة هنعمل كده عن طريق برنامج بسيط جدا بنستخدمه من زمان البرنامج ده اسمه Driver Booster هتروح لأي متصفح وتكتب كلمة Driver Booster وهندخل على أول نتيجة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده ده شكل الموقع الرسمي الخاص ببرنامج Driver Booster هتنزل تحت شوية وتضغط معايا على كلمة Free Download بعد ما يحمل معاك البرنامج هتجي تضغط معايا على كلمة Open File من هنا وهيبدأ يفتح معايا ملف التسبيت بالشكل ده خلي بالك هنا معايا علشان ما تثبتش برامج ديالة على النسخة بتاعتك هتجي تشيل علامات الصح اللي انت شايفهم قدامك دول دول إعلان من البرنامج علشان يثبتلك برامج تانية احنا مش محتاجينهم هنشيل علامات الصحة ونضغط على كلمة InStore كمان هنا هيعرض عليك برنامج تاني هتضغط على كلمة No Sanches وتضغط على كلمة Next وبالشكل ده البرنامج خلص معايا عملية التسبيت وهنا هنضغط على كلمة No Sanches ونبدأ نضغط معايا على كلمة Scan Now هنقفل طبعا اي متصفح يفتحه لنا بالشكل ده ونرجع للبرنامج مرة تانية هنا زي ما انت شايف هيبدأ يعمل فحص للويندوز بتاعي ويتعرف على كل قطع الهالدوير اللي موجودة في الجهاز بتاعي علشان يحملها اخر تحديثات كل القطع اللي موجودة قدامك دي محتاجة تتحدث فهنيجي نضغط من هنا على كلمة Update Now وتضغط معايا على كلمة OK لو جاب لك الرسالة دي هتضغط معايا على كلمة OK علشان يعمل لك نقطة استرجاع لو حصل اي مشكلة وهو بيعمل عملية Update الانترنت فصل عليك الجهاز فصل بتاعك يقدر يرجع بالويندوز للنقطة اللي احنا وافين عليها دلوقتي ويفتح بشكل طبيعي جدا فهنضغط من هنا على كلمة OK واول ما يخلص تحميل هيجيب لك الشاشة دي هتضغط X من هنا وهيطلب منك انك تعمل restart lbc هديجي تضغط من هنا معايا على كلمة Report وتنزل تضغط معايا على كلمة Yes من هنا وهيبدأ يعمل عملية restart للجهاز بتاعك بعد ما جهزك يفتح مرة تانية هنروح مع بعض المتصفح علشان نكمل باقي البرامج المهمة معنا لتشغيل الالعاب بسلاسة عندنا هنروح للمتصفح بتاعنا ونروح لمحرك بحس جوجل بالمنظر ده ونكتب كلمة .NET Framework زي ما هي ظهرة قدامك على الشاشة دلوقتي وهتضغط معايا على كلمة .NET Framework اللي موجودة من شركة او موقع Microsoft.com زي ما انت شايف بالشكل ده وهيدخلنا على الصفحة اللي انت شايفها قدامك دي تنزل تضغط معايا على الكلمة اللي انت شايفها قدامك دي .NET SETA OR LETTER وهنا بيقول لنا ان فيه اصدار جديد متوفر من مكتبة .NET Framework ويقول اصدار رقم 8 زي ما انت شايف قدامك بالشكل ده هجي ضغط على كلمة .NET SDK 64 bit وهيبدأ يحمل معايا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده المكتبة دي من اهم مكتبات دعم الالعاب اللي انت لازم تثبتها عندك على الجهاز ولسه في مكتبات تانية وبرامج تانية هقولك عليها اسناء الحلقة ان شاء الله بعد ما تستخدمها هتلاقي كل الالعاب معاك ده غيرت بنسبة 180 درجة للأفضل باذن الله بعد ما تخلص المكتبة تحميل هتجي تضغط معايا على كلمة open file من هنا وتنزل تضغط معايا على كلمة install لو طلب منك اي صلاحية هتوفق عليها بالشكل ده وتخليه خلص تحميل وبالشكل ده خلص عملية تزبيت عندنا على الجهاز ونضغط من هنا على كلمة close خلينا بقى دلوقتي نروح للبتنامج اللي بعد كده واللي هيكمل لنا بقية برامج دعم الالعاب اللي احنا محتاجينها على النسخة عندنا علشان نسرع كل الالعاب والمحاكيات اللي موجودة عندنا من خلال محرك بحس جوجل هتكتب aio run وهتزهر لك كلمة aio run times وندخل على الموقع الاول بالشكل ده طبعا هنا الموقع هايزهر باللغة الغريبة دي خلينا انترجمه العربي بالشكل ده علشان اقول لك تروح فين وتكون فاهمني بالزبط اول حاجة هتضغط معايا على كلمة kabul والمضيق codman من هنا بعد كده هتيجي هنا وتضغط على كلمة تحميل من الزرار اللي انت شايفه بالشكل ده بعد كده هتيجي تضغط معايا على كلمة download من هنا وهيبدأ البرنامج يحمل معانا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده اول ما يخلص تحميله هنطلع نضغط مع بعض على كلمة open file وهنسيبه يبدأ عملية فاك الضغط بالشكل ده ولما يجيب لك الرسالة دي هتضغط معايا على كلمة s وهتيجي هنا اول ما يفتح وتضغط على كلمة install وتسيبه يخلص عملية تحميل براحته زي ما انت شايف واول ما يخلص شغله هيدفي بشكل تلقائي من غير اي تدخل منك هسيبه يخلص وارجع لكم مرة تانية واول ما البرنامج هيخلص معانا شغله هيقفل بشكل تلقائي زي ما انت شايف قدامك بالشكل ده وبعد اما تخلص كل اللي عليك انك تراستر جهازك علشان نروح مع بعض الاعدادات نسخة لوندوز بتاعتنا اول حاجة هتعملها هتخش هنا على search وتكتب كلمة power وهتظهر لك كلمة choose power plan هتضغط عليها بالشكل ده هيفتح لك الشاشة اللي انت شايفها قدامك دي تروح تختار معايا كلمة high performance بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وتقفل من هنا بعد كده ترجع معايا للسرش مرة تانية من هنا وتكتب كلمة game وهيظهر لك كلمة game mode setting بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده هتضغط عليها مرة واحدة وهيحاولنا للصفحة اللي انت شايفها قدامك ده لو تلاقيت اختيار game mode عندك مقفول لازم تفعله بالشكل ده ده طبعا بيسمح لك ان انت في وقت ما تشغل اي لعبة او محاكي عندك على الجهاز نسخة لوندوس بتشتغل علشان تدي كامل طاقة جهازك للعبة اللي انت بتلعبها فلازم تتأكد من تفعيل الاختيار ده كمان هترجع معايا للدسكتوب بمرة تانية وتضغط click main على الشريط اللي تحت بالشكل ده وتضغط علي كلمة task manager من هنا وتروح لكلمة start up في القيمة دي هيبيندك كل البرامج اللي بتشتغل في خلفية نسخة لوندوس عندك من بداية ما تفتح الجهاز لحد ما تقفل الجهاز اللي انت مش عايزه فيها تقدر تعمله disable انا مسلا برنامج زي steam مش عايزه يفتح مع بداية دخولي للوندوس فبدل ما هو كان enable بالشكل ده دغط عليه click main وخليته disable انت كمان اي برنامج مش محتاجه وتعمله disable بالشكل ده كمان هنا زي ما انت شايف متصفح مايكروسوفت بيفتح مع بداية دخولي للوندوس هعمل له click main من هنا وادوس عليه disable بالشكل ده وبكده عرفنا كل الخطوات الاساسية والبرامج الضرورية لتسريع الالعاب عندنا على نسخة الوندوس صبق الحلقة دي زي ما شفتها عندك بالخطوات وارجع قول لي رأيك في الكومنتات ولو مش عايز تحط لايك ما تحطش لايك لما تروح تجرب وترجع لي مرة تانية اتمنى تكون الحلقة كان مفيدة لكم اما انا شوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته